نهاية الدوام الرسمي يوم 22.08.2023 تم غلق باب الترشيح في مكتب التخابات المثنى حيث تم عدد التحالفات المقدمة للترشيحية سبعة تحالفات واثنين أحزاب بمجموعة 193 مرشح الخطوة المقبلة هناك تدقيق في قوان المرشحين وإرسال الشهادات الخاصة بكل مرشح إلى الوزارات المعنية منها وزارة التعليم العالي وبحث العلمي وزارة التربية أضافة إلى الأدلة الجنائية والمسائلة والعدالة تستغرق هذه العملية ما يقارب 15 يوم بعد ذلك سوف يتم المصادقة وإجراء القرعة على المرشحين مركزيا في المنتب الوطني شكرا